هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والمقام يطول هذا الذي شرف الضريح بجسمه منها جهول السالكين سبيل هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تزيل هذا الغمامة ضللته إذا مشى كانت تقيه إذا الحبيب يقيل هذا غضيب نخلي لما هزه فإذا الغضيب محند مسلول هذا غضيب نخلي لما هزه فإذا الغضيب محند مسلول هذا الغزالة كلمته وسلمات وكذا البعير أتاه وهو ذليل يا ربي إني قد مدحت محمداً فيه ثواباً بالمديح جزيل صلى عليك الله يا عالم الهدى ما لا حبرك في السماع دليل صلى الله عليه وسلم شكرا لك كتر خيرك وكن محمد شوقي عن الشاعر المجيد والمجيد قال ما جئت بيتك مادحاً بلداياً ومن المديح تضرع ودعاء شيخ هاشم الريح سنهوري نتحدث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكثير جداً من الباحثين في التراث الإسلامي وفي الأدب الإسلامي وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الهجرة من مناظير مختلفة أو من زوايا مختلفة يعني على أهمها أنها جاءت نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وأيضاً لتؤسس للدولة الإسلامية لتؤسس للإسلام بشريعته بحقوقه بواجباته بأخلاقه في دولة يعني يتعايش فيها الجميع تحت ظل الشريعة لكن دعنا نبدأ بما الذي حدث قبل أو قبيل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى آل الطيبين حصر في شعب بني هاشم وداخل الشعب أو بعد الخروج من هذا الحصار مات عمه أبو طالب وماتت التقية النقية الشريفة أم المؤمنين خديجة بنت خويلة رضي الله تعالى عنها وأرضاه حتى أن الباحثين سموا هذا العام بحام الحزن لأنه كان عام حزين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أزل الكفار على المسلمين حتى أن الكفار كانوا يخرجون بأهل التوحيد كبلال ابن عبي رباح وغيره يخرجونهم لصحران مكة في اليوم الصائف فيوضع بلالا على الرمل الساخن ثم يوضع عليه الحجارة ولكنه لم يرتد عن دينه وهو ينادي أحد أحد صمض صمض اشتد الأمر عليهم فدي أحداث كثيرة قبل الهجرة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعاني منها داخل مكة أحداث رهيبة جدا جدا كما رأيت إن شاء الله وبعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح آفاق أخرى بالخروج من مكة كما سنعرف إن شاء الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لأذى يعني جسيم من قريش وأهل قريش خاصة زي ما ذكرت بعد وفاة أبي طالب لكن خلينا نتكلم برضو عن الحروب الاقتصادية كمان اللي شنتها قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بلا شك اجتمعت قريش وقرروا مقاطعة مش النبي بس صلى الله عليه وسلم بل مقاطعة بني هاشم كلهم فقاموا بني هاشم اللي هما الآل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيع شراء مزاوجة مصاهرة أخذ عطاء يعني حصار اقتصادي فحبسوا في شعب بني هاشم المنطقة الفيه بني هاشم حبسوا فيها في هذا المكان يعني تعب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعب شديد أبو عبيدة من الجراح بيحكي لنا فيها قال خرجت لبعض حاجتي سيدنا أبو عبيدة خرج لبعض حاجته فقال فسمعت قعقاعة تحت قدمي فإذا هو جلد سمع له صوت بتاع الجلد تتكير عينه قال فأخسته فغسلته فأكلته لأن الصحابة أكلوا الجلود وصلوا مرحلة من الجوع يعني بعد الحزار جوع الشديد ووضع هذا الجلد على النار ثم أكله وأكلوا أوراق الشجر وكانت الشريفة التغية النغية العفيفة الكريمة ستة خديجة رضي الله تعالى عنها بتشتري السلع التموينية بالسوق السوداء ولذلك خرجت من هذا الحصار وهي لا تملك غير ربها هي اللي جلاله وتغدست أسماؤه فكانت أيام الحصار أيام شديدة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمحت كل القبائل على مقاطعته خصوصا قريش ووضعوا صحيفة بتاعة المقاطعة داخل الكعبة المشرفة أنهم لا يباعيعوا بني هاشم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم وبدوها بباسمك اللهم زمان ما يكتبوا باسم الله الرحمن الرحيم لأنهم قالوا هم اللي قالوا لسيدنا النبي نحن لا نعرف من هو الرحمن ولذلك كانوا يكتبوا باسمك اللهم فكتبوا باسمك اللهم وبعده غرروا هذه المعاهدة الشريرة فأرسل الله تعالى الأرض فأكلت هذه الشروط القاسية على رسولنا صلى الله عليه وسلم أكلتها كلها وما تركت إلا أسماء الله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بواسطة جبريل أخبرهم لأنهم شكر صحيفتكم كل المقاطعة فيها مقاطعة الدم ومقاطعة الجنس والرحم وغيره راحت ما موجودة في الصحيفة لأنه أرسل الله تعالى هذه الدابة الضعيفة وهي من جنود الله تعالى فأكلت ما فيها من الأشروط الغاسية على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابي الكرام فدخلوا فاستغربوا وجدوا فعلا أن الأرض أكلت هذه المعاهدة الشريرة ولم تترك سوى باسمك اللهم فالأمر قبير الهجرة كان أمر صعب جدا أبو بكر سنجيك مرة ثانية لنسبح في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم فتفضل بسم الله العباد جل القصيد وتغنى برغبة وشهود حال سريع ما تأنا بجاه الرسول عند الكريم نتمنى آخر اليوم نموت على الكتاب والسنة سند بالرسول أحمد ما أم السنة بين المسلمين يكسم نعيم الجنة شابع المذنبين يوم النهار برنى المولى الكريم أعطاكم نتمنى ميلاد رسول في مكلال يا هلنى النهر ينفقد ونال حالا شنى القصر انهدم شراف شاف البنى نتمنى رسول في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم نتمنى رسول في مدح المصطفى نتمنى رسول في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم نتمنى رسول في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم نتمنى رسول في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لي هم سراق الغار نحن وصلنا وفتشناه زين شي فيه ما حصلنا الرأى يرجعوا في بيوتنا ناخد صلى خبره كان بعيد وكان قريب يوصل آيات الرسول الحب زي ما كنا داخل في الفؤاد من الطفال ساكن أصيد النفول يرتع قريب يدنا يشكيل البعير يفكي ويرسف الحم آي قال الراوي في دار الخزاع نزلنا أبيح البشي بيح العشفى استأذن مساها الرسول مجهود كل بزلنا أعيان الحليب حتى الأوان وزن آي توجه مدينة في هجات منا أبيخبر القبائل كلهن علمنا لابه السعاد قالوا لبك أمنا يا طيب الأصل بك طبنا وطاب زمن صلى والسلام عد النبات للحنا الصلى والسلام ترضي الرسول مخزن بآل الجميع وأصحاب الأحي السنة يلقى أبو شريع جوار بقم الجنة صلى الله عليه وسلم نحن بيهودر السلامة والكريم نرجع نتواصل للحديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ هاشم يمكن يتكلمنا عن الأحداث التي حدثت قبيل الهجرة والحسار الاقتصاد الشيخ هاشم يتكلمنا عن الأحداث التي يتكلمنا عن الأحداث التي يتكلمنا عنها